شكراً جزيلاً معاليكي والآن يشرفني ويسعدني أن أدعو زنبيا للتفضل بخطابها زنبيا لك الكلمة فخامة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الدولة المطيفة لقمة ورئيس سلطات الكوميسا فخامة الرئيس الرئيس أندري راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر الرئيس المغادر لسلطات الكوميسا السادة الرؤساء رؤساء الحكومات أصحاب العالي السادة الرؤساء الوفود الحاضرة معنا والتي تسمعنا أونلاين السيد الأمين العام للكوميسا السيدة شليشي كابويبوي إنه العظيم الشرف أن تكون لهذه الفرصة أن أمثل رئيسي رئيسي تشليما رئيس زنبيا وهي الدولة المضيفة لأمات الكوميسا في القمة الواحد وعشرين لرؤساء وحكوماتي الرئيس المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي ولحكومة وشعب مصر على حسن الوفادة وكرم الضيافة لوفدنا منذ ولوغنا إلى هذه العاصمة إدارية جديدة الرائعة وأضم صوت للمتحدثين السابقين لتعبيري عن شكرنا وتقديرنا للرئيس المغادر الرئيس أندري راجولينا ولهيئة المكتب لرئاساته الممتازة أثناء فترة رئاسته للمنظمة الرئيس عبدالفتاح السيسي نتقدم لكم بتهنية الشعب الزنبي وأطيب التمنيات في رئاستكم القادمة لكوميسا ونؤكد لسيادتكم بالدعم الكامل لزنبيا أثناء فترة رئاستك القادمة لكوميسا ونحن على ثقة أنه تحت رئاسة جمهورية مصر العربية ستحظى الكوميسا بتقدم وتمي فيما تعلق بالاستثمار والتجارة تحت مثلتي أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ومع الإقرار برؤية التكامل الإقليمي أتوقع بالشكر أيضا السيدة الأمين العام لكوميسا السيدة كابويبوي والأمانة كلها على العمل الرائع في إدارة شؤون هذه المنظمة ونشكرهم على التجهيزات والإعداد الرائع لعقد هذه القمة رغم تحديات القابعة بسبب جائحة الكورونا في جميع دول الأعضاء أصحاب المعالي السيدات والسادة إذ نؤكد على التزام لمبادئ الموجودة ومصوص عليها في معاهدة الكوميسا وسنعمل ونلتزم بالعمل على مبادئ وقيم وأيضا القواعد المتفق عليها وأهداف المنطقة كأسس من أجل فوائد العامة ومشتركة دول الأعضاء حتى تصبح الكوميسا كتلة اقتصادية قوية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة في الثلاثية ومنطقة تجارة الحرة في قارة الأفريقية إن التقدم الكبير لأحزته المنظمة في مجالي أصنع ونوع الاجتماعي والتجارة والبنية التحتية والزراعة كلها تعطينا أملا بأن مع تطبيق التكنولوجيا الرقمية ستستطيع كوميسا والقارة الأفريقية أن تحقق أهدافها العظيمة كمنطقة تتسم بالتنافسية على مستوى العالم وبالنسبة للمستقبل علينا نركز على توحيد هذه المكاسب والأهداف حتى نحقق النمو الاقتصادي وتميث المستدامة من أجل الأجيال القادمة أصحاب المعالي أصحاب السعادة إن المحوى الرئيسي الخاص بمناء وتعزيز الثمود من خلال التكامل الصدي هو في غاية الأهمية في الضوء لاستجابة لجائحة الكورونا والتحديات التي قامت بالتأثير على اقتصادياتنا في المنطقة ولهذا نحن بحاجة لتكاتف جهودنا لنحو التعافي الاقتصادي فمنطقة كوميسا قد أثبتت سمودها من خلال إعادة تأهيلها لتنفيذ البرامج الإقليمية باستخدام المنصة الرقمية كما أثبتنا من خلال المشاركة الرقمية والافتراضية للسادة الوفود في هذه القمة أصحاب السعادة أصحاب المعاني إن تنفيذ السياسات والبرامج الإقليمية باستخدام المنصات الرقمية ستكون مسألة ضرورية لنضمن تحقيق طموحاتنا نحو التكامل الاقتصادي نحو التحول الرقمي وفي هذه الدعوة نحن على ثقة أن جميع الأعضاء سلديها الإرادة اللازمة حتى يكون لديها تكاملا قويا وأن نفي بطلبات شعوبنا في منطقة كوميسا وفي الختام لنوحد جهودنا لدعم برامجنا الإقليمية وطنية ووضع السياسات وتدخلات اللازمة في هذا الإطار إن نجاحنا مشترك سيكون الأساس لمستقبل أفضل لكوميسا وأفريقيا والعالم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا